كرة القدم بيش بالروح وإيه إنجازاته علشان يمسك المنتخب؟ هجوم آسي من نجم الزمالك على تولي حسام حسن مسؤولية تدريب منتخب مصر هجوم قاسي من الكابتن حلمي طولان نجم الزمالك السابق على مدرب منتخب مصر حسام حسن وقال كرة القدم ليست قلب فقط وروح قتالية والتاريخ دخل الملعب ليس له علاقة بالتدريب التدريب علمه تأهيل ويختلف تماما عن اللعب ليس معنى إنك لاعب موهوب ستكون مدرب ناجح وإلا كامبليه ومحمود الخطيب مدربين عظماء والأفضل في العالم كمان اتكلم حلمي طولان عن تولي حسام حسن تدريب المنتخب وقال ما هي مؤهلات حسام حسن لقيادة منتخب مصر وما هي إنجازاته للوصول للقيادة الفرعنة وما درسته وما هي موهبته التي اظهرت مع الأندية التي قادها اختيار حسام حسن مديرا فنيا لمنتخب مصر كان خطأ وليس الأقدر لقيادة الفريق القومي لكنه وجد دعم كبير عكس حسام البدري وإيهاب جلال لا أعلم هل يخشه الناس أقسم بالله العظيم اتحاد الكرة ليس له أي دور في تعيين حسام حسن ولو أنا من المجلس أتقدم باستقلتي لكن لم يكن بمقدرهم أن يتقدموا باستقلتهم وعندما يكون التحاد الكرة ليس لهم دور في إدارة الكرة في مصر إذا لم يكن منهم فائدة فيجب أن يرحلوا قرار اختيار المدير الفني للمنتخب لم يتدخلوا فيه وكمان قال حلم طولان حتى وزير الرياضة أشرف صبحي ليس له دخل بالموضوع لأنه كان اتفق مع التحاد الكرة على ثلاث مديرين فنيين أجانب قبل تعيين حسام حسن مش بس حلم طولان اللي هاجم حسام حسن لكن كمان ضياء السيد اتكلم عن حسام حسن وقال ما حدث هو وجود كوكا في القائمة وهو مصاب ليس طبيعيا وكان الأفضل استدعاء لاعب آخر خصوصا أن المعسكر الأول يحتاج لرؤية جميع اللاعبين في مشكلة واضحة في الجبهة اليسرى في ضل عدم انضمام أحمد فتوح لاعب الزمالك خصوصا أن محمد حمدي سيتم إيقافه من لقاء بوركينا فاسو لذلك كان لابد من وجود فتوح وهو لاعب دولي وكان موجود في المنتخب باستمرار كنت أتمنى وجود فتوح بكل تأكيد مع ضم لاعبين في كامل يقتهم البدنية والفنية ولكن في النهاية كل التوفيق للجهاز الفني للمنتخب الوطني في مهمته الحالية كمان الأعلامي إبراهيم عبدالجواد انتقت تصريحات حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر بشأن إصابة مصطفى شلبي جناح الفريء الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء والذي أكد أن مصطفى شلبي ليس مصابا وفي كامل جهازيته عكس ما ذكره حسام حسن بأن مصطفى شلبي لم يكن في كامل جهازيته الفنية ولم يكن مكتمل الشفاء وهو ما نفاه الجهاز الطبي للزمالك والبيان الرسمي الذي صدر عن النادي ترجمة نانسي قنقر